السلام عليكم و السلام علي رسول الله مرحبا بكم في وصفة جديدة و فيديو جديدة على قناتكم أطبخهم فيزا اليوم إن شاء الله سنحضر معكم الحم فور على الطريقة التقليدية الساهلة غيب الملحة سوف نرفقه بمجموعة السلاطات اللي ساهلين و يجيو جد رائعين بلا ما نطول عليكم أكثر بسم الله في الكسكاس عندي كمية للحم سوف نملحم زيان بالملحة و أخضرها شوية بكترة لا تخافوش من الحم يجيلكم مالح لأكس الحم للتفوار سوف نريد ملحة بكترة لأنه مع التفوار تنزل الملحة في التالي ما كتبقى الملحة بينه و ضروري من شوية الملحة والكامون من اللي تبقوا تقدموه بعد ما ملحتوه مزيان سوف نرد الكسكاسي فور على البرمات سوف نجعله يطيب على خطره و في هذه المرحلة على الميتة باللحم سوف نوجد شلادة و ضروري من شلادة باش نرفقه اللحم سوف نرفقه بشوية الخضار مشرمله اختيار سوف يجب كبير و بالنسبة للشلادة الأولى تغيذ ما بالسلادة و بالنسبة للشلادة نقوم بطاتا مسلوقة و قم بغضر السلق نضينه بطاتا و نضيفه بطاتا و نضيفه بشوية ميونيز و ممكن تبغيس معها قليلا من المعدنوس و قليلا من قطعة طريفة صغار يبقى الاختيار طبعا لكم و تقدموها بصحة و راحة وضعتها في البصلات و وضعت معها قليلا من روز مسلق في الوسط وضعت فيها قليلا من الملح والميونيز و قليلا من سلسلة الأندلوس و أخلط كل شيء مع بعض و كاذين إضافي قليلا من أحبت الزيتون في الوسط و بالنسبة لسلسلة الأندلوس لا تكتروا منها قليلا من غيشة قليلا من أضواء و بعد تأخذوه بعد تلقوه خليتهم بردهم جيدا قليلا من الملح مع قريصة لبزار و مع إضافة معلقة المايونيز مع معلقة صغيرة من لموتاقد و صفيخ لطول شيء مع بعض و بالنسبة لسلسلة الأندلوس قليلا من الملح والبزار مع نقطة الخل مع شوية الفلفل و مطحونة غبرة مع معلقة الزيت و بعد تبلحم قدمته عادي تقديم كيبقى اختياري و لحسب الرغبة قدموه على حسب الرغبة ديالكم و باللي متوفر عندكم اي حاجة متوفر عندكم زينو بها واحد الاقتراح من اللي تحيدو الحم الكسكاس ديروه في شلطة الفران دخلوه يتحمر في الفران يجي رائع و هو محمر كاقتراح و الاختيار كيبقى ديالكم كنتمنى الفيديو و الشرح ديالي يكونوا واضحين كنتمنى تدعم الفيديو بلايك و البرتاج هذا فضلا و ليس امرا مع الضغط على زين اشتراك و تفعيل جرس بجديد ما يوصلكم الجديد و شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم كنشكركم على تشجيعات ديالكم شكرا لكم بزاف و الى الوصفة القادمة ان شاء الله مع السلامة